تجد النادي الاهلي ودائما تجد النادي الاهلي رمز يعني مش بيبقى تمثيل مشرف لا النادي الاهلي بيكون متواجد يعني بايجابية كبيرة جدا بجمهوره بلعبته بنجلس ادارته وده اللي بنجده في كأس العالم للاندية كل موسم النادي الاهلي دائما متواجد النادي الاهلي يا جماعة بيعمل ارقام كياسية النادي الاهلي النهاء الافريقي الحالي النهاء الخامس على التوالي يعني رقم كياس كبير جدا رقم ما بيتحققش غير مع اندية كبيرة جدا امثال الاهلي وريال مدريد يعني الاهلي بطل القرن في افريقيا ريال مدريد بطل القرن في اوروبا عندما تتحدث عن الاهلي وريال مدريد تجد ارقام معني خزعبلية ارقام ما تتحققش غير مع اندية كبيرة زيهم بالزبط يعني بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي بنتمنى له التوفيق وحصد السلاس نقاط في مباراة اليوم مباراة صعبة جدا امام الاتحاد السكندري بخصم عنيد زي الاتحاد السكندري بتواجد هشام صراح بتواجد طرق العشري بتواجد مابولولو بتواجد بواتنج بتواجد خالد اسمه الوحش امر الوحش بتواجد يعني لعبة عديدة جدا في الاتحاد السكندري اصحاب خبرات ولعبة شباب عاملين موسم اكثر من رائع مع الاتحاد السكندري عشان نكون عارفين وصرحة متواجدين ب32 نقطة في المراكز الأولى في الدورة الممتاز ينتظر من النهاردة نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار في المربع الزهبي والمشاركة في بطولات أفريقيا إن شاء الله لعبة النادي الأهلي برضو وقت الهجوم لازم نخب بنا كويس جدا من الأدوار الدفاعية عندهم ما بلوله مهاجم ما بيرحمش مهاجم مستني أي أخطاء مستني أي فرص مستني أي ضربات رأسية شفناه في بطولة أفريقيا الماضية شفناه مع الاتحاد في مباريات الموسم الماضي والموسم الحالي هدف كبير جدا هدف عارف طريق الشباك فنتمنى إن شاء الله النهاردة ربنا يكرمه وما يسجلش ولا هدف مهاجم ولعبة الاتحاد السكندري إن شاء الله النهاردة ما يسجلوش ولا هدف وإن شاء الله النادي الأهلي يسجل وبعد كده الاتحاد يسجل عادي أنا من الناس اللي بحب الاتحاد السكندري بحب فريق الاتحاد السكندري بحب اسكندرية فبإذن الله ما يسجلوش النهاردة بس يسجلو بعد كده بإذن الله يكسبو بعد كده المباريات يعني يخسروا مباراتين النادي الاهلي ويكسبو كل المباريات في الدوري بإذن الله الاتحاد السكندري أهم حاجة النادي الاهلي يكسب النهاردة بإذن الله وبدعوات كل جماهير النادي الاهلي إن شاء الله النادي الاهلي حقق الانتصار دعواتكم جميعا بإذن الله يعني فوز النادي الاهلي إن شاء الله كل الناس اللي موجودين توقعكم لنتيجة المباراة يعني خلاص المباراة بدأ الرابط انطلق الساعة ستة وتلت المباراة تنطلق الساعة السابعة مساء ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام الاتحاد السكندري وباذن الله النادي الاهلي يقدر يفرح جماهيره بالفوز والانتصار وسلاس نقاط جديدة لو في حد من الناس اللي موجودين على الفيسبوك او على اليوتيوب عنده سؤال ممكن يتفضل يسأله عنده اي اقتراح ممكن يتفضل يسأله او يقوله نشوف اقتراحات الناس كده او نشوف تعليقات الناس ونشوف توقعاتهم لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري المباراة الصعبة جدا اللي هتنطلق بعض قليل توقعاتكم لنتيجة المباراة توقعاتكم للنادي الاهلي في مباراة الاتحاد السكندري منتظر كل الناس تتفضل كده تكتب لي توقعاتها للمباراة شكرا شكرا شكرا